على الرغم من مرور أسبوعين على التصعيد غير المسبوق من قوات الاحتلال وقصفها المتواصل لقطاع غزة يكتفي ما يطلق عليه محور الممانع الإيرانية بإطلاق خطابات رنانة دون أن يتدخل هو أو أذرعه في أي مواجهة مباشرة واسعة مع إسرائيل ولعل تمثيلية إلقاء القبض على نتنياهو في شوارع طهران مؤشر على سقف ما يمكن لمحور الممانعة فعله معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أكد أن الميليشيات المدعومة من إيران تحاول إظهار الوحدة من خلال دمجها ضمن فيلق القدس الإيراني الذي يقوم بتجميع وكلائه في العراق بهدف السيطرة على بعض المجاميع التي قد تهاجم المصالح الأمريكية وأحجبها أو ضبط تحركها كاستخدام قذيفة واحدة مع ضمان سقوطها على بعد مسافة آمنة عن القواعد الأمريكية دون إحداث أي ضرر ما ذهب إليه معهد واشنطن عززته صحيفة Air Forest Time التي أكدت أن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق ولديها أحزاب سياسية مشاركة في حكومة السوداني لا ترغب في الانخراط بأي عمل عسكري ضد أمريكا أو إسرائيل واستبعدت أن تفتح هذه الميليشيات أي جبهة جديدة في الحرب الدائرة في فلسطين ما يلفت الانتباه أكثر من كل ما سبق أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قرر المضية في استراتيجية قائمة على تجنيب إيران وحلفائها الأساسيين في المنطقة الوقوع فيما سمها الفخ الإسرائيلي الذي يحاول جرهم للحرب مبررا ذلك بأنه ليس لمصلحة الشعب الفلسطيني وسيصرف الأنظار عن جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين وغير بعيد عن أراضي فلسطين ما تزال ميليشيا حزب الله اللبناني ترى أنه لا يوجد داع لتدخلها فهو نائب زعيم الميليشيا نعيم قاسم يصرح بالقول إنهم سيتدخلون في الحرب إذا ما وجدوا ما يبرر ذلك دون أن يفصح بطريقة مفهومة متى وأين وكيف سيكون نوع الواعز للمشاركة بالحرب يطلبون مننا أن لا نتدخل في المعرض ترجمة نانسي قنقر